مكانش احبابي هاد اليام لما تهضر على واحد جوج ديال الحواس وهوما لعب ديال عشورة والسحر والشعواتة طفعة الحال يمكنش تكون عشورة وهاد شي مكانش في المغرب هذا هو موضوعنا ديال اليوم احبابي الناس اللي اول مرة غيسمعوا فيديو ديالي مرحبا بكم معي احبار الراس والعين في فيديو جديد كان عرفوا انه عشورة هو من واحد من الطقوس اللي كي مارسها المغرب ومزاف ديال الدول العربية وكل واحد كيفاش كي حساف البيب طريقته احنا لحتي فعلنا بهذا المناسبة تكون عن طريق اننا نشروا اللعب الوليدات باش يفرحوه باش يلعبوه تعارج البنادر درابك وقاس على ذلك وكيكون بشيراء الفواكه الجافة جميع انواع الفواكه الجافة وندمت يتجمع على ذاك الشي اللي قسم الله بالنشاط والضحك واللعب وكتدوز هديك النهير ولا ديك الليلة وتيمشي وهكا كتكون داز عشورة هادش اللي كنشوفه وهادش اللي سنعرفه وهادش اللي كيبالينا مليك النصغر حتى كبرنا لهذا هذا عرفنا لخلال اللي كان واش نهي التقوز الاصلا الاولويات لمن كنت تعطى بهذا عشورة وش كيتمارس فيها وعلاش وبقاش من هدف سفغي هاد الاسئلة اللي ترحس كاملين مهمين ولكي اللي مبقيت نظر معكم عنها حاجة واحدة وهي هادك السحر والشعوذة اللي كي مارسوه لا رجال ولا عيالات عيب وحشومة وعار وعار بيتنسولكم واحد السؤال هاد الناس اللي كي مارسوه هاد الميان وليس يديرو هادشي واش مكتفكرش ولو غير مرة واحدة في النهار ولو المرة غير مرة واحدة في 24 ساعة انك رب اللي غتموز غت انتي معك غير اعمالك ماللي غتمشي فين غمشيه كاملين غدي معك غير اعمالك واش نهي هاد الاعمال اللي انت كتمارسها حاليا او كتمارسها حاليا وبغديها معك لهذاك القبر اللي غت بشوفيه الحياة اخرى عند الله سبحانه وتعالى سؤال صعيب بزاف وعارفكم ما تقدروش تطرحوه على الهروسكم حيتاش الجهل سكليكم في النخاء العظمي وليسو كتتعلمو كتاخدو المعلومة وكتتعلمو الحواج اللي كتخربوا بهم من حياة دي الإنسان وكتبعوا الوهم سوف غير انه السحر مذكور في القرآن الكريم ولكن مذكور معه لا يفلح الساحر حيث أتى إذن الله سبحانه وتعالى كلام غلب أي حاجة رقلك أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان أو أي واحد خلق الله عفواد الكون وهو تنفيذ الإرادة دي الله سبحانه وتعالى وإن يجتمع الإنس والجن على أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا قد كتبه الله لك وغي يقفر لك به الدنيا وغي يدخلك الجنة إذن شكو اللي خاسر في هد الفيلم كامل؟ هادو كتحابنا وصحاباتنا أرى شعود أرى برع أرى سحر أرى كده أرى كده تقو الله في عباد الله شحال من بنت مسكينة وقفتولها سعدها شحال من ولد خربتوله الختمة دياله شحال من أم أهلكتولها في صحتها شحال من عائلة شرتتوهم تقو الله بزفت الناس دواء وبزفت المناظر إعلامية هدروا لهذا الموضوع وأفلام وطائقية تصورات على هاد شيء ولكن الجهل الجهل من اللي كيقول لي مول كات كات ومول الرينج روفر ومولات يونداي ومولات كده بلما نعطوا أسماء ديالطموبيلات ديالرفاهية كيلقوا بشد صف قدام أماكن بحال هادي عندهم مناصب عليا كي آمنوا بهذا الشيو كيقول لك لا بحالة الله ما كينش فهمتي بحالة الله بوحدو كين عبدوه أصدر بها ذاك عزيزينا وقف معنا كده ولكي راكين خصنا نتاكلوا على وحدين أخرين بش يعاونوا بش كده حاشا ولي الله الله سبحانه وتعالى قادر بخلقه قادر بملكه هو اللي كيصخر أي حاجة كبيرة صغيرة في هذا الكون حتى ذاك الجناح بعوضة اللي مكتسواش الدنيا رفق منه واحد البعوضة صغيرة هو اللي متكلف وقال لك عدة ثلاثة ديلا القلوبة هو اللي متكلف بها هو اللي خلقها هو اللي كيطعمه هو ما كتشافش بالعين مجرده فما بالوك حياتك الانسان خليفته في الأرض وتجي انتا تمشي تستعن واحد بحالك بحاله فهذا هنا فين كين المشكل واحد بحالك بحاله إنسان بحالك بحاله ولكن فين كين مكامين الضعف فين كين مكامين الضعف ومكامين القوة هنا انت انت نفسيا كتكون متدمر كتكون محتاج كتكون عندك لغبينة الطاقة السيلبية كتكون محتاج يحذر فعلك المعنويات وخصوصا لك انت انت مش يجتي معي ما عندكش مع الناس بززاف كتشدك شي عندك نهار كتشي تلجأ لهذا الناس هادك هي العصار باش غاي ضربوك هادك هو السلاح ديالهم عرب حالا انت يعني انت مشيتي عندي إنسان بحالك وعطيتي سلح باش يسلخك كتعطي الصوت كتقول لي هاني قدامة كان مش حي تضرب وصيف غاي هادك شي اللي كي ديروا كي يبدع لك هادك شي ديال اللي جايب لك التاقة السيلبية كي يعاودوا لك كي يقول لك انت مضمار انت كده العين اللي حسد حاضينك كده قلة ترزقك كده هادك شي كله ارا ما كيش يحد فوق الكورة ارديا ما عندوش هاد المشاكيل هما كيلعبوا عن نفس جيادة البنادم عندهم دكاء كي يستعملوه في الخبط عندهم دكاء كي يستعملوه في الجيه الخيبة عندهم دكاء اعطاه لهم الله كي يستعملوه في الخبط وفي تخريب الحياة ديالناس ولكن الانسان اللي ما كيكونش كي امن هاد الناس هادو كان هدار على الناس سيحركين ولكن عندو طرق احنا عطانا الله التحسين وعطانا الأذكار اليومية أذكار الصباح والمساء والأذكار اللي خصنا نقوله من اللي خرجوا من اللي ندخلوا من الدار من اللي اي موقف كي نذكر ديالو انت لك تيمحص راسك بهادش يحدش الانسان ضغير بي واحد الهالة الطاقية هديك الهالة الطاقية من اللي كان فيقو الصباح كيكونوا بيبانا مفتوحين باش هيتحصنوا بعدو كل الأذكار كي تصدو كان البيبان اللي دايرين بك هادك الساحر والليك الساحر راي الطايرين ينزل اللي كي يجي الساحر ديالو ما كيلقاش من يدخل لك كي بدي يصاف الدبدبات ديولو كيلقا كل شي مسدود اذا سيروس عندك انت فيدك تحصر راسك تكون ديمنقي تباعد على الزينة تباعد على بزاف تحواج ورب خير وحافظ ونعمة بي الله بزافت الناس يقدر يكونوا ضد كلامي ولكن انا عارفة كي تصنطل يا ناس مستودية لهم عالي وغيفاهم كلامي في الغادي وعفان الله واعفاكم من هاد الناس والهلي لقينا بهم لدنيا ولا آخرة وشلت وشلت يده كل من عمل سحرا لاخوه المسلم او اخته كي يخرب حياته ارا المشكل ارا ما كيش في انك خربتي لحياتي ولا خرجي لي اياه ولا انا ولا واحد اخر ولا واحد اخر ولا واحد اخر لا احنا ما كيش في المشكل ارا البيع هو هاداك السيد اللي ترى ليه كي يكون امن بالله واحد مليار في المياه وكي يقول الحمد لله على كل حال هو قد متع السراتي عنده كي يقول الحمد لله ربك يصره له من عنده كي يسخر له جنود الارض كتشوفهمش التنكت عرفهمش كي يحلوا ابواب مع مارك انت بغيتي وقف عندهم ليه هادا عارفوا بانه اللاحق وانه كل شي بيادي الله ماشي بيادي الباشار وهذا اللي كي دير السحر والشعو هذا ولا هادو اللي كي يجيو يبقى ويلا خرجو في عباد الله دير لي هادا في الماكلة هادا طيح لو شعر ودحيد لو ضفار هاداك الشي سافريكين ولكن هاداك الشيش كي تفاعول دي الحويج مسمومين كيعطوهم للناس كي يقول لي مع الوقت انت اجرب قطع تفارق وكل ومغاد تفارق ببوحدك انت غيوقع لك مشكل كبير حتاج كليتي سم شي حاجة وخديلتك ولكن يا خساس مشي حاجة كالزبل انت مليك تحيد يوم كليتي يوم اكيد الجسم مادة غريبة عليه مسمومه ما يحبش التعامل معه غتتحول الحويج خراين يساهمه فيه انك تصب فقر الدام الحاد يجيك صاراتان يطاح لك شعرك بزاف الحويج وهذا الشي سيوقعه الانسان من كتر صدوك تفاعول دي السم اللي كي يوكلو البعدياتهم ودكش اللي كي يشعودو به البعدياتهم كي بدي يقول لك وان يا رجوم سكين سحروا ليكي والله ضعاف كله جا داروا لي التوكين داروا لي اه اه ممكن تخافش الله اختي ممكن تخافوش الله ما عرفتش وكي يقول لك حكرة فقية راها فقية حافظ ستين حزب انا كنت من هديك ستين حزب اللي كي يكون حافظها اي واحد وكي يشعود وكيخرج للحياة دي والناس توقف ليه يوم القيامة تواجهوا وقال لي ستشهدوا عديهم ارجلهم وايديهم وتنطقوا كده وكده وكده انتم معارفين وهذا الشي كامل غادي يطلع شوف سيدنا انوح عليه السلام عاش تسعمية وخمسين سنة واخرتها انه الطوفية عليه السلام ومشا عند الله سبحانه وتعالى بتحنا المصر ضيناك وكرا شوف تعيش تسعينان تعيش مياه يعطىك اللي الله سبحانه وتعالى بتحنا المصر ضيناك باكرا شوف تعيش تسعينان تعيش مياه يعطىك الله يزيدك ميسين يعطىك تلتمية الاخير هو بلصة واحدة بحالة داك ليك يكون جاي بالسرعة ديل واحد غادي بالسرعة ديل سستين في الطريق والاخر غادي بالسرعة ديل مية وعشرين فيات مو سستين في واحد المسافة ديل الطريق ولك كلهم شدوا من فوروج هاداك شي اللي سيطرة في الدنيا وفي الاخيرة لهذا تقى والله في بنت الناس وفي الناس وفي الناس اللي خربتوا لهم حياتهم ووقفتوا لهم مستقبالهم ودرتوا بزافت الحواج ماشي ووقفتوا لهم لانه هادا الشي بإذن الله كي طرعا غير هو احنا للأسف بزاف الناس مكي آمنوش بأنه اللي بغاها الله هي اللي كتكون وهي اللي غا تكون وهي اللي غا يصخر الناس باش يديرو هالك بغاوا ولكرهم على قلبهم حسس منه ولا على قلبهم حلق طرعا كي اللي كي حسدك على الضحك اللي كتضحك ضحكتك اللي كتضحك كي يحسدك عليها وكيمشيك كي يخلص عليك الفلوس اه كي خلص عليك فلوس صحيحة باش نتابع خاش يشوفك كان ضحك هده كدضحك وش وش هدا حق ؟ قدارة مش يقئ حق غدارة قمة الحق رانتفك الخلايا نتابع وننتيج الخلايا دادة للحق انلمون الحاقد الناس اللي دي ديرين بحلق الناس اللي مكيتبانوش الخير لاstan بالفعلاتهم الناس اللي كيبغوا الخير لولادهم والبناتهم وكيحقدوا على أولاد الناس الأخرين وبناتهم الناس اللي كتقول لك أنا بنتي مسكينة لا ينتابعها نبخرها ونضي لهم فعل لهم ونترك لها وكتشوف بنت أخرى ضاحكة كتقول لك لاش بنتي أنا ما ضاحكة شو غاديك ضاحكة ومعندها واعل واللخص نخرب لما حياتها أعتذر على الكلمة مهد شي لكين تقو الله في رفوسكم وفي أولاد الناس وفي ابنة الناس قسم عن بي الله قلبيت يضرني على بزاف المواقف وبزاف الناس شفتهم وبزاف الحالات والحمد لله ربي حافظنا شوفوا اللي ما قده مجمري دير جوج واللي ما قده جوج يدير عشرة لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من رأنا بعين حاقدة وحاسدة في كل من عمل لنا سحر بعلم أو بغير علم في كل من يريد لنا الخراب لي ولجميع بنات أمة سيدنا محمد وأولاد أمة سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله يا حبابي عفونا الله وإياكم كان موسع لكم أنا متنسون إشتركوا موضوع من قمناتر وليك وحاتف برقني توشوري انشاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة